سلام عليكم ورحمة الله. الله ما صلي على محمد ويالي واصحابيه جمعين. هنبدأ نتكلم عن حاجة اسمها المودل في البوتستراب فور حاجة جميلة جدا. بيوفرها لك البوتستراب فور اللي هو الشكل التالي ده. بيزهر بعد ما ندوس على زراره. طيب الشكل ده تعالوا نمشي واحدة واحدة او نعمل المساء الاول اللي هو ده. انت بدوس على الزر ده فيزهر لك المودل بتاعك. تعالوا ناخد ده كده كوبي ونحطه عندنا كده ونشوف الشكل اللي هيزهر. ونشرح كل حاجة بالتفصيل. هدوس على لانش ده فيزهر ايه المودل بتاعي. طيب. نمشي بقى واحدة واحدة. اول حاجة الزر بتاعي. ازاي بيكون مربوط بده عن طريق داتا توجي. او اخد داتا تارجت اسمه وده مربوط بالايد نفس الكلام بالضبط اسمه فلما دوس على ده بيحدد ده. فيزهر بتاعي. تمام جدا جدا. يظهر المودل خاص به. طيب. تعالوا كده نمشي بقى واحدة واحدة اول حاجة الزر بتاعي واخد ايه? واخد طبعا البيتين برايمري كالعادة اللي هو اللون اللازرة. اما حاجة المودل. دوس عادة ونشوف المودل بقى واحدة واحدة. خلي بقى لك داف كلاس. حاجة اسمها الشو عشان يظهر يبقى الديسبلية بتاعه بلوك. ويظهر بالشكل اللي هو زهر قدام جدا عن طريق الفيت. اللي هو اللي هو بس بتاعته بتكون واحدة. حلو جدا. نمشي بقى واحدة واحدة اول حاجة بيكون واخد اسمه مودل هيدر. تعالوا نمشي اقامل هنا. من الدوكمنتيشن عادي. اول حاجة بيكون ماشي اول حاجة خالص اهو. المودل ده. بيكون واخد بوردر. يعني وجدنا كده على المودل. اول حاجة خالص. اللي هو المودل اهو. واخد واخد زيرو. واخد بتاعك بيكون لما يدوس عليه بيزهر بتاعك. حلو جدا. ده اول حاجة. بعد كده واخد ده. اللي هو الكونتينت بقى بتاعي المحتوى او الشكل اللي هو شايله. اللي هو اخد واخد وتسقوطه عشان يجي في النص زي ما انت شايفك. بعد كده اللي هو المحتوى بتاعي واخد ايه? واخد ببساطة. واخد ايه? عشان يكونوا كلهم تحت بعض الدفات اللي جوه دي. دف المودل هيدر والبضي يكون كلهم تحت بعض. لو شيلت فيه هتلاهم كلهم جنب بعض. وده مش مزبوط. تمام جدا. المودل هيدر ببساطة واخد ايه? واخد على طول اللي هو عشان يكون بتوين العلامة دي. انت لو دخلته جوه ده. هتلاقي فيه وهتلاقي فيه بوتون. ده عشان يكون ايه? ايه بعض بينهم? ده يكون عشان وده يكون العلمين. ده المودل هيدر. واخد عادي بقى وزي ما انت شايف كده. واخد طبعا اللي هي من ومن 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 طيب حلو. فيه بقى المودل اللي هو يكون واخد كمان. والبوتون بتاعك اللي هو ده لما تدوس عليه يقفل واخد ومفيش اي مشكلة. عندي بقى المودل اللي هو بيكون واخد والفليكس بتاعك. واخد حاجة اسمها. الفليكس واحد والشرينك واحد والفليكس بيز اوتو. يعني بتاعك اوتو. ولما يصغر برضو يكون حجم متساوي مع كل الشاشات. اخر حاجة المودل برضو يكون واخد ديسبيلية فليكس. والاولاين ايتم بتاعك سنتر والجستفاي كونتينت فليكس اند. يعني يعني يكونوا علمين كده في الاخر. لو شلتها هتليه بدأوا من الاول. او لكن انت عايزهم في الاخر فتقول جستفاي كونتينت فليكس اند. فيكونوا في الاخر كده. والزهر ينضل عادي جدا اللي هو المودل بقى بتاعي البوتون اللي هو في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها تمام جدا. ولما تدوس على الكلوز اللي هو بس بتاع تلجع تاني تبقى زيرو ويختفي بالشكل اللي انت شوفه ده. ده المودل بكل بساطة شديدة كده. تمشي معه بقى عادي جدا هتلاقي بقى فيه كلاسات بسيطة تانية اللي هو مسلا لما تدوس عادي يزهر لك بشكل مختلف زي ما انت شايف كده. ويكون بقى مقسم لك بقى هنا ياخد اربعة. انت تقسم بقى المحتوى بتاعك زي ما انت عايز. فهمت المودل? خلاص. فهمت كل الكلاسات اللي فيه. انت بقى قسم محتوى اللي انت عايزوا تكونوا شوفوا جواه. انت تتحكم ازاي? عن طريق المودل بادي. تيجي هنا اهو. تشيل كل حاجة في المودل بادي فهو. ديف اللي اسمه وديف مسلا لوريم ايبسون مسلا زي ما انت عايز لوريم خمس حروف مسلا وخمس كلمات. اه دي اللي هو دهو. ودوس على لانش فيفتح لك البادي بتاعك. ادي في هيدر وفي بارا جراف. وديف اللي انت عايزوا كله اللي هتعلينا كله ضيفه زي ما انت عايز. تمام? جدا جدا. هتمنى يكون الفيديو هاضح. جزيكم الله وخيرا. السلام عليكم ورحمة الله.